السلام عليكم. فضيحة كبيرة جدا بامريكا. منطاد عادي ابيض طائر بالسمه عادي في دول كثيرة يعني فيها سياحة مثلا فيها منطاد يطير وينزل مرة ثانية. المشكلة شنه ان الرادارات الامريكية والاقمار الصناعية الامريكية كلها ما اكتشفت هذا المنطاد. المشكلة ثاني شنو? ان هذا المنطاد صار الحين اسبوع في امريكا. وزارة الدفاع الامريكية والجيش الامريكي ما احد اكتشفه. من اللي اكتشف هذا المنطاد? مسافرين على طيارة صوروا المنطاد. لو لو كان المنطاد عادي هذي ما في مشكلة اوكي. ما حد يشك فيه. لكن ان المنطاد معلق فيه قمر صناعي. تم نشر الصور في وسائل التواصل الاجتماعي. صار الخبر كبير. طالع رئيس احدى الولايات الامريكية اللي مر فوق هذا المنطاد وقام يصور. المشكلة شنو? ان هذا المنطاد طار فوق ثلاث قواعد عسكرية امريكية. المصيبة الثانية شنو? ان هذا المنطاد طار فوق منطقة يوجد بها صوام الصوام اللي فيها الرؤوس النووية الامريكية. الصواريخ النووية الامريكية التي تطلق مر فوق هذه المناطق. وزارة الدفاع الامريكية وطلع طلعوا الجمهوريين اللي يسيطرون على الكونغرس. قالوا احنا راح نحقق بالموضوع. وراح نسوي لجنة التحقيق بالموضوع. وطلع رئيس المجلس الكونغرس الكونغرس الامريكي كيفين مكارثي. وقال ان هذا الامر ما راح يمر مرور الكراب. راح نحقق بالموضوع. وزارة الدفاع الامريكية الان. لما تجي لما تجي تبتنزل هذا المنطاد كان عندها مشكلة. المشكلة الاولى اننا خايفين ان هذا المنطاد يكون خطر على المدنيين. المشكلة الثانية شنو? ان هذا المنطاد اللي اللي موجود فوق. نبي نعرف شنو نصور. وهل الصور هذه او الغراض التجسسية اللي موجودة قمر صناعي وغيرها انقلت هذه الصور الى الصين او لا? بدت الناس تتكلم وبدأ الاعلام بامريكي بتكلم والادارة الامريكية ولا كأنها صاير شيء. وبدت الضغط على على الحكومة الامريكية يصير كبير جدا. المنطاد صار لتقريبا كم يوم في سماء الولادة المتحدة الامريكية ولا احد تحرك. جماعة تحرك ما احد تحرك. قالوا احنا خايفين على المدنيين انه يسقط هذا المنطاد. واحنا ما ندري داخل المنطاد هذا ممكن يكون فيه اه قنابل او ممكن يكون اه اه اشياء اخرى ممكن تؤثر على المدنيين او تؤثر على اه القواعد العسكرية الامريكية. طبعا هم قاعد يكرمون الجانب الصيني في اه اه هذا الاوقات. نبي نعرف شنو هذا المنطاد. هذا شنو فيه خمر صناعي معلك فيه. نقل لكم. شنو نبي نزل هذا المنطاد. المنطاد هذا يطير على ارتفاع اكثر من ثلاثين الف متن. بمعنى بالغلاف الجوي فوق. الطائرات يعني طائرات معينة تصل الى هذا المجال. لدرجة ان الطائرات طائرة الجديدة هذا اللي تملكها الولايات المتحدة الامريكية اللي هي اف اثنين وعشرين هي اللي اسقطت هذا المنطاد. يقول لك الصين بحسب وسائل العلامة الامريكية عندها اكثر من متين وسيلة مضمنه المنطاد للتجسس على الولايات المتحدة اه الامريكية. يقول ان المنطاد هذا الغريب بامر المنطاد يقول انه طار مناطق ممنوع الطيران فيها. لا يطير فيها فوقها. لا منطاد ولا طيران. ايضا يقول لك المنطاد هذا ما اكتشفوه. يعني الرادارات الامريكية ما اكتشفت هذا المنطاد. ويتم توجيهه. يتم توجيهه من قبل الصين. توجيه هذا المنطاد. مو رايح في اتجاه واحد. لا يتم توجيهه. يقول لك المنطاد هذا يقول كانوا يستخدمونه. يقول الامريكان في الحرب الباردة. يقول كانوا يستخدم قبل من زمان. يقول ليش الحين رد مرة ثانية وتم استخدامه. يقول لك هذه رسالة من الصين للولايات المتحدة الامريكية. لان في زيارة من قبل كيفين مكارثي للتايلند. والصين نفت موضوع هذا المنطات وقالت لا غير صحيح وهذا احنا ما نتجسس وهذا امور مدنية وكذا. وقالت ان ان قاعدت يطنزون عليهم. يقولون هذا المنطات اصلا نتبع تطبيق توك توك. يقول ليش ما قاموا ينزلون هذا المنطات. يقول هذا المنطات يقول قام ينقل معلومات الى طائرة قريبة منها. قاعدين يشوفون وين طائرة هذه اللي لم يتم اكتشافها. فصائرة فضيحة كبيرة جدا في وسائل الاعلام الامريكية. حتى ان ان في بعضهم طلع بازوكا يقول انا راح اه انزل هذا المنطات في اه بازوكا.